خلينا تكلم معك في موضوع تاني خالص موضوع الصوت مدرب الإنقاذ بيتعامل بالصوت هو لو شاف حد في البحر بيغرق أو بيعمل كده لازم يسمعه صح كده ولا أنا غلطان بعض الشواطئ بتشغل مزيجة بصوت عريق دي جاي وخصوصا في الساحل الحفلات وخلافه ممكن واحد يخش يغرق ممكن يبقى برضو زي ما تقول كده السكينة سرقته البحر ملوش كبير عضلاته خانته نفسه راح ويقعد يسرخ ومحدش سمعه هل في ضعابة حكومية لموضوع الصوت لا فيش ضعابة حكومية بتقول كل واحد حر بقى لكن احنا منتكلم على خطر جدا انه دايما يبقى احنا عندنا ادوات انقاذ بيستخدمها المنقذ من اهم ادوات الانقاذ دي قالت التنبيه صفارة ميكروفون احنا بنا نتغلب على الموضوع ده بموضوع الميكروفون او بالاشارة لحد ما موضوع المزيجة ده انا ما بقدرش اتحكم فيه او مش دور ان انا اقول بقى ايفل او متقفلش وقدر تقرأ اقول لك لا اهو كده انا مش عارم لا يعني انا منفعلش كمصيفة روح ابلغ عنهم ان انتو مش بتتتمعوا ادي حاجة دي مش داخلها في تخصصات المنقذ اقول لك انا انا مش عارف اشتغل من غير المزيجة او هتكايف ازاي وهو لما اسمعش صوت حد او مثلا حد بيسرخ بالنظر بالرؤية احنا بنوزع دايما مسطح المائي على كل واحد متوسط من 50 ل 75 متر في بعض الشواطف في كرة سحازة ما حياتك بتقول في السحل فعلا بتهزر يعني بمعنى عنده بيتش بتاع 150 متر حتى عليه واحد هل ده منطق؟ مش منطق كل ده عشان يوفر 5-6-1000 جنيه طب ما تجيب واحد كمان عشان خاطر الرجل اللي هيروح يرفع عليك قضية لقدر الله حصل اهليته هترفع الدفاعك قدي ده مرة 2-3 فاحنا بنزود بنقول ناحي الفنامين 50 ل 75 عيني دايما على المنقذ والمنقذ دايما بيبقى عنده فيجن معينة هو مأمنها صفارة دايما كده كده فيه مزكة ما فيش مزكة هنسمع الصفارة لها تون معين احنا بنضرب الناس عليها صفر مرتين صفر ثلاث مرات صفارة طويلة كل الحاجات دي كلها معناه انه بصفر مرة بحذر بصفر مرتين بحذر الشخص اكتر بصفر ثلاثة اربع مرات من ثلاثة الاربع مرات انا بنادي حد زميلي عشان يجي ساعدني